بالنسبة لمن قالت يعني تعلق بشخص تعلقت بشخص هذه التعلقات يا إخوان وأخوات والله خطيرة جدا هذا الحب الذي ينقلب إلى هوى ثم كلف ثم عشق ثم شغف حتى يبلغ شغاف القلب ثم الجوى ثم التيم حتى يستعبده هذا الحب ثم ينتقل إلى أنواع من ذهاب العقل ويقال عنه هائم هيام وهيام طبعا ليس اسما جميلا لأن معنى هيام خراص هذا الذي ذهب عقله من شدة التعلق ومن شدة العشق ويقال في اللغة هيوم وهائم لغلبة الهوى عليه هذا العشق مصيبة مصيبة يأكل معه في الليل في النهار في المنام يلهي عن واجباته يجعل دائما مسهما لا يذاكر لا ينتج خراص عاشق معطل معطل مثل المجنون لا يعقل أين حب الله الذي يجب أن ينبغي أن يكون في قلوبنا وأن يعمر نفوسنا وأن نخلص له تعالى وأن نجعل حبه أشد من حبنا لآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأن نقدم حبه على حب كل أحد الذي يجعلنا نقدم طاعته على طاعة كل أحد يجب أن نحفظ هذه المشاعر العظيمة مشاعر الحب وأن نصرفها في مصارفها الشرعية أين حب الله ورسوله أين حب العلم والإيمان أين الحب في الله لا لشكل الشخص ولا لضرافة وخفة دمه ولا لغناه ولا لنسبه ولكن حب في الله أين هذا؟ أين هذا الحب الذي يؤجر عليه الإنسان بدلا من أن تحب المرأة رجلا أجنبيا وأن يعشق العاشق معشوقا والمعشوقة معشوقة وأين اتخاذ الخلان الذي حرمه الله غير مسافحين ولا متخذ أخدان أين هذا؟ أين الطواعي والانقياد لله؟ أين الاشتغال بمحبة الله؟ أين الحرص على حفظ الفرج وغض البصري؟ إن عدم غض البصر هو السبب في هذه التعلقات أين البعد عن مواطن الفتنة؟ أين البعد عن الاختلاط؟ أين ترك التبرج والسفور؟ أين إقفال باب العلاقات المحرمة؟ تعرف كلام ابتسامة وسلام وكلام وموعد ولقاء وغرام وحرام؟ وهذا كل يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وإن الاشتغال بما ينفعنا؟ بس هيام وحب غرام وعيد الحرام عيد هذا الفلنتاين الحرام أين استعلاء المؤمن على شهواته؟ أين انتصاره عليها؟ أين المعالج بالقرآن؟ إن الله أنزل الداء والدواء يا أيها المسلمون وننزل من القرآن ما هو شفاء فهذا القرآن علاج للمرض العشق ومرض التعلق والزواج حتى يكون الإنسان ما يحبه بالحلال طيب